بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية موضوعنا لهذا اليوم هو تحضير وجبة خفيفة وهو آخر درس لنا في هذا المواضع أو في هذه السلسلة الهدف العام هو أن يتقن الطالب أو الطالبة مهارة تحضير وجبة خفيفة الأهداف الخاصة هي أن يفرق الطالب أو الطالبة بين الوجبات الخفيفة والوجبات الرئيسية أن ينظف الطالب أو الطالبة طاولة العمل بعد تحضير الوجبة أن يفرق الطالب بين أنواع الأطعمة التي تحفظ في الثلاجة والأطعمة التي تحفظ خارج الثلاجة أن يختار الطالب أو الطالبة الأداء المناسبة لدهن الجبن أن يفتح الطالب أو الطالبة قارورة الماء حتى نستفيد سويا من درسنا لهذا اليوم هناك مجموعة من القوانين يجب علينا اتباعها لا أستخدم أجهزة أخرى أثناء حضوري للدرس بالرغم من عدم رؤيتنا لزميلاتنا أو زملائنا والمعلمين وجه الوجه إلا أننا سنتمكن من التعلم معا حينما يبدأ وقت الحصة المباشرة تأكد من استعدادك الكامل وتكون في مكان ملائم أحبتي كما كنا ننصت للمعلم في الصف أنصت جيدا للدرس عن بعد أثناء البيث أتأكد أن أذني منصتها عقلي يفكر ألتزم الهدوء وعيني تشاهد هيا اليوم سنقوم بحل أنشطة الكتاب أحضروا كتبكم وأحضروا أقلامكم أعزائي الطلاب والطالبات هيا يوجد لدينا أنشطة الكتاب سنقوم بحلها جميعها هيا أحضروا الكتب والأقلام هيا سأقوم بالانتظار هيا انهضوا وأحضروا الكتب والأقلام يقول نشاط رقم واحد أرسم دائرة حول الوجبة الخفيفة أي الوجبات التالية في الصور تدل على وجبة خفيفة أي الوجبات الموجودة في الصور تدل على الوجبة الخفيفة هل هي الأرز أو الصلطة أم الصورة التي بالمنتصف للحلويات أيهم أحسنتم بارك الله فيكم هذه الصورة الموجودة تحتوي على ماذا أحسنتم تحتوي على صلطة الصلطة تعتبر وجبة خفيفة نشاط رقم اثنين هيا قوموا بفتح الكتاب نشاط نشاط على نشاط رقم اثنين يقول رقم خطوات تحضير وجبة خفيفة هيا عند إعداد وجبة خفيفة ما هي أول الخطوات هيا أحسنتم أولها قمنا بكتابة رقم واحد عند غسيل أو تنظيف الخضروات لتحضيرها لعملية ماذا التقطيع بارك الله فيكم قمنا برسم رقم اثنان عند التقطيع إذن أولا قمنا بالغسيل بعد ذلك احضر لوح التقطيع بعد ذلك ماذا قمنا بماذا بوضع الصلطة في الصحن أو صحن التقديم وتناول الصلطة بالهناء والعافية طلابي حسن النشاط رقم ثلاثة يقول صل بين كل طعام ومكانه الصحيح في المطبخ ذكرنا في دروسنا السابقة أن هناك أطعمة تحفظ داخل الثلاجة وأطعمة تحفظ خارج الثلاجة أي الأطعمة التي تحفظ داخل الثلاجة هنا هيا أحسنتم الزبادي أو اللبنة الزبادي أو اللبنة يحفظ داخل الثلاجة أي منتج من منتجات الحليب والألبان والأجبان طلابي وطالباتي يتم حفظه داخل الثلاجة هنا كما أشير حسنا طلابي وطالباتي البسكويت زبدة الفول السوداني أين تحفظ؟ في الدرج أو أدراج المطبخ أو دولاب التخزين في المطبخ أحسنتم بارك الله فيكم هيا افتحوا الكتاب على النشاط رقم أربعة يقول النشاط ضع علامة صح أسفل الاتجاه الصحيح لفتح قارورة الماء لفتح قارورة الماء هناك اتجاهان اتجاه لفتح العلبة واتجاه لغلق العلبة أي الاتجاهان لفتح العلبة وأي اتجاه لغلقها هيا نحن نشاهد الصورة هكذا أيهم يقوم بفتح العلبة يا ترى نشاهد أحسنتم الذي يقوم الذي يقوم بلف أو الاستدارة باتجاه الماذا اليسار أحسنتم بارك الله فيكم هيا نشاط رقم خمسة يقول ضع خطا أسفل الآدات الصحيحة لدهن الجبن على الخبز عندما أقوم أو أريد بإعداد وجبة خفيفة توست جبنة مثلا كيف أقوم بدهن الجبنة على التوست؟ أي الأدوات الموجودة في الصورة أقوم باستخدامها؟ هيا أشيروا على الأداة المناسبة هل يصح أن أقوم باستخدام الشوكة؟ لا هل يصح أن أقوم باستخدام الخفاقة؟ لا إذن ماذا؟ أحسنتم ماذا؟ ماذا؟ آدات دهن الجبن أو آدات دهن الزبدة أي أن كان هي آدات تستخدم للدهن نشاط رقم 6 يقول ضع علامة صح أسفل صورة السلوك الصحيح بعد تحضير الوجبة الخفيفة هنا طلها بوطالبات لدينا صورتان مختلفتان يوجد بينهم فرق شاسع صورة نظيفة المطبخ مرتب لا يوجد فيه كركبة وصورة أخرى مطبخ مكركب يوجد فيه عديد من الأوساخ لم يتم الترتيب أي صورتين تدل على السلوك الصحيح؟ هل هذه الصورة؟ هم؟ هل هذه الصورة؟ أواني متسخة؟ مكركبة؟ طبعا لا هذا سلوك غير صحيح أين السلوك الصحيح؟ انظر إلى الصح أين ذهب؟ إلى المطبخ النظيف اللامع المرتب حسنا النشاط رقم 7 يقول ضع علامة صح أسفل السلوك الصحيح بعد تحضير الوجبة الخفيفة بعد الانتهاء من تحضير وجبة خفيفة ماذا ذكرنا؟ مطبخ نظيف مرتب خالي من الكركبة أي الطاولتان الموجودة في الصورة عند تناول الطعام تكون نفسنا منفتحة ومشتهية للطعام؟ هل الطاولة النظيفة أو المرتبة ووضع الطعام بشكل مرتب ونظيف ومؤنق؟ أم هذه الصورة يوجد فيها طعام فاسد طعام مكركب غير مرتبة غير نظيفة؟ أين ذهبت علامة الصح؟ أين تذهب؟ ذهبت إلى هذه الصورة المنظمة حسنا طلابي وطالباتي إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم كان عبارة عن امتداد لدروس سابقة وهي حل لأنشطة الكتاب التوصيات هي العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار الدروس حرص الوالدين على المتابع لأبنائهم عند مشاهدة الحصص الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال التشجيع بلمحفزات المادية والمكافآت المعنوية إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء